عندما نذكر أسماء مصرية عظيمة أسهمت بأبحاثها الفذة في تطور العلوم وإنقاذ البشرية مثل الدكتور أحمد زويل، مجدي عقوب، مصطفى السيد، فروق الباز، محمد النشائي، وهاني عازر وغيرهم عندما نذكر هؤلاء العلاماء الكبار ونعدد إنجازاتهم فإننا نقول إن العقل المصري بخير ونثق بأن جينات العبقرية المصرية التي صنعت حضارة الماضي قادرة أيضاً بأجيالها الجديدة من العلماء على صنعة المستقبل اليوم نفتح واحدة من أهم ملفات هذه الصنعة وهو مستقبل البحث العلمي في مصر حديثنا من مصر اليوم حول هذا الموضوع مع عالمة مصرية كبيرة شاركت بدراساتها وجهودها في اكتشاف علاجات جديدة للأورام تولت قيادة وزارة البحث العلمي لفترة من الزمن وتبنت خلالها مبادرات عديدة لدعم البحث العلمي في بلادنا نسألها عن واقع ومستقبل البحث العلمي في مصر وعن موقعنا على خريطة ما يجري في العالم من تطور هائل في هذا المجال عن أحوال البحث العلمي في بلادنا عن التحديات التي وجهها شباب الباحثين والعلماء حديث جديد من مصر أهل البحث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر